اذا تكلمنا عن مصادر الطاقة وحضرتك برضو فتحت موضوعها مهم جدا وكنا بنتكلم فيه بقالنا كتير منها الفحم وحضرتك بتقول ان ده حاجة من الحاجات الخناءات الجانبية اللي احنا من الخناءات المفتعلة مفتعلة طب ليه فانديم ايه موضوع الفحم ده وحضرتك مع ام ضد تمام انا مع وضد ازاي ازاي اصلا الناس كلها بتقول العالم كله بيستخدم الفحم ده صحيح في ناس هنا بتقول الفحم ملوس جدا وبيسبب امراض خلينا نتكلم في مثل بسيط كده لو احنا ماشيين في الشارع وواحد حطي ايده على عمود نور فيه اسلاك كهرباء عريانا مات ده معنا ان احنا نشيل عمود النور اللي في الشارع كلها يعني لا طبعا ولا نتعامل مع لازم تقفيه زوابط وقيود واكواد تصميم معينة تمنع حدوث مثل هذا الحادث الخطر ولهذا انا متفاهم وجد نظر البيئة في هذا وجد نظر البيئة هي تعلم تماما ان محطات الكهرباء في العالم توريفة الكهرباء فيها 30-35% فحم لكن كيف يتم تناول وتداول الفحم في العالم اين توجد محطات الكهرباء اللي بتتعمل بالفحم قريبة من مصادر الاستيراد بحيث ان انا ما اضغطش على طرق النهاردة بعربيات ماشية بطريقة انت بتمشي على الاستيراد كم مرة في اليوم بعربيات اللي ماشية محملها رمل وزلط كلها مكشوفة والرمل وزلط بيطير بيعمل حوادث نفس الكلام هيجر لما الفحم ينزل فهي بتتكلم من وجهة نظر بيئية صحيحة 100% لو ان هذه المحطات الكهرباء موجودة في المواني قريبة من المواني ما تمانع فيها وزارة البيئة لو ان هناك ما يضمن تطبيق الاجراءات اللازمة لتداول النقل ونقل الفحم بطريقة امنة لا تعارض ولهذا انا بقول انه ده انا معه ضد انا معه انه لازم يبقى فيه توليف معنى هو يستخدم ولكن بضوابط معينة بشرط تطبيق الضوابط لكن انا النهاردة ما بقدرش اوقف عربية شايلة طوب وزلط واسحب رخصة طب شمهانتس احنا ليه بقى بنتخانق على موضوع الفحم لما هو ينفع ان استعمله انا شايف انه تضيع وقت لان التقرير هنا برضو لما اشار الى هذا الموضوع قال ان القصة دي قدامها بين 18 و36 شهر طب انت عندك الحل الرئيسي اللي هو انك تولد كهرباء من الشمس في خلال سنة عمل اللي هي بقى طاقة نظيفة ومتجددة ومش هندفع فيها فلوس وهيعملها قطاع الخاص ومش هيكلفك انت ليه بتتخانق على الفحم ليه بنتخانق على الفحم ليه وليه بيكون فيه دايما اعلاميا دايما او دايما بيشاع فيه المجتمع المصري ان حاجات زي الطاقة الشمسية دي مش عملية وغير جادة هذا الكلام يضحضه تصريح النهاردة للسيد وزيل الكهرباء بناءا على عرض انا قدمته له شخصيا والرجل اخذ فيه اجراء مش عرض من شركة عرض من اربع شركات كورية والمانية وامريكية وصينية لا تزيد فيه تكلفة توليد الكيلو وات الكهرباء عن عشرة سنت هو اعلن عنه النهاردة في الجراية مقارنة بتكلفة كيلو الكهرباء المولد من الوقود البترولي والتي تبلغ 18 سنت يعني حتى في التكلفة اقل احنا بنتكلم على طاقة نظيفة غير ناضبة وبتكلفة ايه المطلوب ليه مش واخدينها احنا محمل الجد بقى يسأل في هذا كل انا ده تقرير الحقيقة خطير ويجب ان ينظر فيه نظرة جدي لماذا لم تنفس توصيلات هذا التقرير حتى الان وليه بنتاخد فيه خناءات فرعية وليه قاعدين طول النهار اللجنة المشكلة من وزارة البترول ووزارة الكهرباء لتوفير امدادات الطاقة نقص امدادات الوقود لا يا جماعة احنا مش قادرين طب احنا هنستورد غاز طب فين فلوس الغاز انا مش عارف الخناءات الفرعية دي ليه